حقيقة كابتن عصام قال لي يمتن كفر البطيخ اول يوم يا عصام يلعب ما نميتش ما نميتش كفر البطيخ ما نميتش واحد من كفر البطيخ بلعب في التلفزيون وده حاجة يعني يعني حاجة ما عيش في الحسبات البلد دي ما نميتش في نفس الله دي وكان عندنا احنا حتى قدام يعني قدام الشقة بتاعتني ناس ليل ونهار ما هم مش عايزين يمشون من فرحتهم بها الصالح عشان كده انتم مش عايزين تسيبوا كفر البطيخ انه عايز اعادكوا في دوميات اقولوا لا مش نسيب كفر البطيخ هو عرض علينا ان احنا نيجوا نقعد معاه هنا اه وعرض علينا ان احنا نقعد في دوميات طبعا عنده الساكم في دوميات ربنا ان شاء الله يرضيه ويغنيه واحنا اللي رفضني يعني الحاجة طبعا المكان اللي هي عايشة فيه والعيال دي تربط فيه صعب عليها ان تسيبه طبعا اه اه ده حقيقي يعني هو احنا ساعة ما يوحشني نيجي نشوف وهو كمان يعني ساعة ما كده ييجي يشوف ما فيش معنبوش وقت يتصل بنا بالتليفون او نتصل نطمن عليه